اشتركوا في القناة بمؤتمرات الخيانة في هذه الاثناء اعلنت تركيا الاثنين عن انطلاق عملياتها الاستطلاعية لانشاء نقاط مراقبة لاتفاق تخفيف تصعيد في محافظة ادلب مشيرة انها تندرج ضمن قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الدول الضامنة في الاستنة واكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش اغلو ان هدف بلاده من نشر قوات في ادلب هو وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد دون اي اشارات الى مواجهات محتملة مع هيئة تحرير الشام فيما برزت مؤشرات اخرى تحدثت عنها تقارير صحفية تفيد بامكانية حل هيئة تحرير الشام نفسها قصة انباء عن انقسامات داخلية تعيشها منذ فترة بين تيار يريد انهاء العزة الدولية واخر يريد قتال التركيا والفصائل التي تدعمها انقرة كاشفة عن مفاوضات واتفاقات تجري مع الاتراك بخصوص دخول ادلب ومناقشة امكانية حل الهيئة نفسها ومتحدثة عن قبول من اسمتهم التقارير بالجناح المعتدل لفكرة الحل وحتى تبني عالم الثورة في الفترة المقبلة في المقابل يطالب منظرون الجهاديون ان يحل الجولاني تحرير الشام ويعود لاعلان تباعيته لتنظيم القاعدة وهو ما استبعده محللون على الارض لم تتوقف الهيئة عن التوسع فسيطرت على مدينة ارمناز في ريف ادلب الغربي بعد مواجهات عسكرية استمرت لساعات مع حركة احرار الشام وفصيل فيلق الشام المواجهات بين الطرفين كانت بدأت بعد اطلاق عناصر تحرير الشام الرصاص على متظاهرين في ارمناز طالبوا بخروجها تكهنات عديدة تسيطر على اراء المحللين حول الاهداف غير المعلنة على الاقل رسميا من التدخل التركي في ادلب والعملية المرتقبة والكيفية التي ستتم بها فيما يتسأل اخرون عن مدى استعداد الجولاني لحل تحرير الشام في ظل النزعة للسيطرة التي يتسم بها سلقه